السلام عليكم ورحمة الله أنا علي الغزالي وأهلا وسهلا بكم في اللسان اليوم إن شاء الله نبدأ وحدة جديدة من وحدات الكتاب الثالث من العربية بين يديك وهي الوحدة الخامسة عشرة بعنوان وصية أب أما الوصية فهي من الفعل أوصى يوصي أوصى يوصي وكذلك تقول العرب وصى يوصي والفعل أوصى يوصي وكذلك وصى يوصي بمعنى أمر ونصح فهذه الوحدة هي عن وصية أبن أي نصيحة أبن لبنته المقبلة على الزواج يقول المؤلف وصى أبن ابنته ليلة الزواج فقال إن الزواج يبنتي ليس نزهة ما هي النزهة الفعل تنزه يتنزه بمعنى ابتعد تقول العرب تنزه تنزه الأطفال أو تنزهة الأسرة أي ابتعدوا عن العمل وعن الدراسة وذهبوا إلى الحديقة ليقضوا وقتا ممتعا فالفعل تنزه أي ابتعد عن الشغل والعمل ليروح عن نفسه ويقضي وقتا ممتعا في حديقة أو مطعم أو ما شابه ذلك والنزهة هي الاسم فالنزهة بمعنى picnic or go out or something like that يا ابنتي ليس نزهة it's not a picnic وإنما هو مسئولية كبيرة مسئولية القيام بشؤون يعني بأمور ذي أفاز بشؤون أسرة كاملة تبدأ بالاهتمام بشؤون شريكها هابانا زوجها في رحلة الحياة ثم لا تلبث أن ما معنى لا تلبث أن أولا الفعل لبث يلبث فهو بمعنى بقي يبقى تقول لبثت في البيت أي بقيت فيهم لكن عندما تقول العرب لا يلبث أن أو لم يلبث أن أو ما لبث أن فمعنى هذا الفريز it wasn't long before لا تلبث أن يعني it's not long before قال الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فما لبث أن جاء بعجل حنيذ يعني أن إبراهيم عليه السلام as soon as the angels came it wasn't long before he brought a roasted calf because he's a very hospitable man فما لبث أن يعني it wasn't long before لا تلبث أن يعني it's not long before تشمل الأبناء والبنات يعني it's not long before it includes الأبناء والبنات يعني أن المسئولية تكون أول الأمر مسئولية الاهتمام بالزوج ثم تشمل بعد ذلك الأبناء والبنات ثم الأحفاد والأحفاد جمع حفيد والحفيد هو ولد الولد الحفيد هو ولد الولد يعني grand children grand child والجمع أحفاد grand children إنها مسئولية مسئولية تربية أبناء الأمة وبناتها وإن للتربية المنزلية دورا كبيرا big role في إعطاء الأمة هويتها هويتها بمعنى its identity كلمة هوية يعني identity it comes from the word هو because when you ask about when you ask about someone or something ما هو أو من هو من هو who's he so you're asking about his هوية and that's why we took the word هو and we added a ya to it and we said هوية is identity إعطاء الأمة هويتها وفي حفاظها على كيانها والكيان بمعنى its being or its entity في حفاظها على كيانها بعض البنات يتزوجن تخلصا من تخلص من يعني to get rid of something تخلصا من قيود الآباء والقيود جمع قيد القيد يعني restrictions restriction قيد والجمع قيود and that could be an actual physical restriction such as shackles هذه we call it قيود or it could be you know metaphorical non-physical قيود like in this context تخلصا من قيود آبائهن متصورات يعني while imagining and picturing أن الزواج حيات تخلو من القيود يعني أنها خالية فارغة empty from or free from any قيود وهذا ظن خاطئ جدا لأن الآباء لا قيود عندهم ضد ضد مصلحة البنات they don't have any restrictions that are against ضد مصلحة البنات that which is good for the daughters فالمصلحة يعني الصلاح وضد المصلحة المفسدة يعني الفساد هذا في الغالب الأعم من الناس يعني الغالب الأعم من الناس أن الأب يريد مصلحة بنته لأن الأب يحب بنته هذا هو الغالب والشاذ لا حكم له يعني قد يكون هناك شواذ شاذ يعني something that's irregular something that's against the odds الشاذ قد يكون هناك أب يعني مريض في عقله لا يحب بنته ولا يريد لها الصلاح فهذا لا حكم له لا حكم له يعني we won't make a specific ruling for that very small minority والشاذ لا حكم له هذا ولا يمكن أن توجد حياة خالية من القيود الحياة لا بد فيها من قيود خالية يعني free إن الحرية المطلقة شر ودمار حرية يعني freedom ورجل حر يعني free man ومرأة حرة يعني free woman and also رجل حر could mean a noble man ومرأة حرة يعني noble woman إن الحرية المطلقة المطلقة من الفعل أطلق يطلق والفعل أطلق يطلق معناه to release أطلق يطلق to release or to unleash something فالمطلق is something that's unleashed from all قيود from all restrictions and the opposite of مطلق is مقيد مقيد is something that's restricted something that has قيود on it مقيد فالحرية freedom المطلقة يعني that's unleashed unrestricted شر ودمار شر ودمار دمار يعني destruction because الحرية المطلقة would allow me just to kill and steal and so on وهذا لا شك شر ودمار بل يجب أن تعلم الفتاة أنها أكثر حرية يعني she's more free عندما تكون في بيت أبيها منها عندما تنتقل إلى بيت زوجها ثالثا إن الزواج يا ابنتي ليس راحة ونوما متواصلا يعني مستمرا متواصل يعني مستمر وإنما هو عمل وتخطيط والتخطيط من الفعل خطط يخطط وخطط يخطط بمعنى to plan something وخطة يعني plan خطة إن الزوجة الناجحة the successful wife هي للتي تعمل بضعة عشرة ساعة في بيتها بضعة عشرة يعني a few and ten basically so 13 14 15 16 بضعة عشرة ساعة ساعة في بيتها إنها في مملكة البيت كلمة مملكة يعني kingdom comes from the word ملك إنها في مملكة البيت she's in the kingdom of the house وزيرة مالية the word مالية comes from the word مال والمال يعني of course is money فوزيرة كلمة وزيرة معناها minister طيب a minister is called وزير a minister is called وزير والجمع وزراء والجمع وزراء and a prime minister is called رئيس الوزراء يعني the head of all the ministers رئيس الوزراء وهذه الكلمة كلمة وزير أصلها بمعنى المعين والمساعد طيب الوزير هو المعين والمساعد قال الله عز وجل في سورة طاها وحل العقدة من لسان يفقه قولي واجعل لي وزير من أهلي هارون أخي يعني أن موسى عليه السلام سأل الله أن يجعل آخاه هارون نبيا وزيرا له يعني معينا ومساعدا له وهذه الكلمة تأتي من الوزر الوزر في كلام العرب معناه الثقل الحمل something that's a heavy like a heavy weight هذا معنى كلمة وزر فالوزير is the person who carries the weight with you carries the burden with you and that's why he's called وزير لأنه يحمل معك الوزر طيب وزيرة مالية يعني a finance minister so she takes care of the finance basically تتولى مع زوجها she takes care of or she's in charge with her husband of ميزانية البيت والميزانية يعني the budget وكذلك هي وزيرة داخلية وزيرة داخلية يعني a minister of interior which is basically the minister that's responsible for the interior affairs of the country ووزيرة داخلية تحافظ على أمنه she maintains the safety of the house تحافظ على أمنه ووزيرة تربية وتعليم يعني she's a minister of education ووزيرة تربية وتعليم تربي أولادها وتوجههم وجه يوجه to direct وتوجههم وتغرس في نفوس تغرس يعني تزرع she plants العواطف السامية العواطف جمع عاطفة which means emotion والسامية من الفعل سما يسمو بمعنى على يعلو so high and noble emotions العواطف السامية and that's why the sky is called سما comes from سما يسمو to be high العواطف السامية من حب الآخرين such as loving others والتعاون cooperation معهم ووزيرة التموين she's also a minister of supply تدبر الغذاء والملبس يعني she takes care of which she manages the food الغذاء والملبس close وتتعاون مع الزوج على تنظيم هذه الشؤون كلها وتنظيم من نظمة ينظمة to organize ولا يجوز لها أن تترك واحدة منها and it's not allowed for her to leave any of that ولا يجوز لها أن تترك واحدة منها لعلنا نتوقف هنا اليوم إن شاء الله ونواصل القراءة في هذا الدرس الفيديو القادم من كان عنده سؤال فليضعه في التعليقات وأرجو أن أراكم قريبا والسلام والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر